موسيقى طيب زي ما قلتلكم مشهد بهذا الشكل يعطي إحاءا على الفور إن دي قصة سعاد حسني فنانة بيتم إلقاؤها من مبنى علوي يرتبط ذلك بمذكرات هي بتكتبها في بداية الحل بدأ البعض يكتب على إن عوالم خفية إما إنه بيناقش قضية سعاد حسني أو يعني بينطلق منها يعني ولقيت تصريحات للسيدة جنجا شقيقة سعاد حسني وهي معانا يا مدام جنجا أهلا بيكي أهلا يا أستاذ وائل إزايا كل سنة وإنتوا طيبة كل سنة وإنتوا طيبة وإنتوا شاب العالبي كله بخير قليل يعني منذ البدايات الأولى اللي شاف مسلسل عوالم خفية يعطينا إحاءا على الفور أن هذه قصة سعاد حسني مذكرات تكتب وفنانة يتم إلقاؤها من مبنى علوي هل ده دالك الإحاء ده؟ بس يا أستاذ وائل أول يوم التعرض للمسلسل أنا ما كنتش أعرف خالص كلموني صحفيين قلت لهم أنا لم أشاهد المسلسل وبعاكية بتاعتها تابع المسلسل فلاقيت فعلا أحداث المسلسل كلها بتتكلم عن مقتر سعاد حسني حتى اسم المسلسل مأخوص بطريقة ملتوية شوية أسرار سعاد حسني أسرار الجريمة الخفية وعوالم خفية يعني فيه تقارب يعني وبعدين بتاعتها اللي هو الكتاب اللي انت عملتيل آه طبعا آه طبعا واخد طبعا من الكتاب حاجات كتير بتاعتها تابع بس أنا ما لتش تصريح مع حد خالص يا أستاذ وائل والكلام اللي كتب على السوشال ميليا مش كلامي لأني أنا ما قلتش كده أنا قلت هشوف المسلسل وبناء عليه أنا حعمل الإجراءات وأشوف استشارة قانونية مع المحامي الأسرة والمحامي المسؤول عن عن الكتاب والأحداث والقضية نفسها خليك معايا كده عشان يعني نشوف طبعا زي ما قلتلكم يا جماعة أنه مسلسل عوالم خفية من واحد من أهم المسلسلات اللي بتشد المشاهدين هذا العام لأنها خلطة بتجمع ما بين صحفي بيحاول الفطح وكشف الفساد حتلاقوا حتى في وزير صحة فاسد وحتلاقوا في قصص عديدة متعلقة وحكايات متعلقة بالفساد لكن ربما المشهد الأول حينما شاهدنا الفنانة رانيا فريد شوئي يتم إلقاؤها من مبنى علوي بالإضافة إلى أنه ده ممتزج بكتابة مذكرات يعني وكأنها تقتل بسبب مذكراتها فده أوحى للبعض أن ده قصة سعاد حسني هسأل الفنانة رانيا فريد شوئي يا أستاذ رانيا أهلا بيكي أهلا بحضرتك كل سنة وان طيبة كل سنة وحرك بها الفخير هل الإحاق دي يعني فيه ربما إحاق عند المشاهدين وكمان السيدة جانجا هنا كممثلة لأسرة سعاد حسني بتقول يعني أنا هشوف هل ده قصة سعاد حسني أم لا هل تعاملتم في المسلسل على أن دي قصة سعاد حسني أم لا 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 خالص خالص تماما الأحداث هو مجرد استوحال الحدث يعني مستوحى من الشخصية العظيمة الفنانة الرحلة لكن ما باقي الأحداث استحالة ملاش علاقة خالص آه خالص يعني يعني ما فيش الشخصيات يعني حتى المذكرات اللي هي كباها دي ده خيال مؤلف هو متاخد من قضايا فساد آه حصلت آه فيما قبل يعني بس ملوش علاقة خالص آه يعني هو عامل خلطة قضايا فساد واقعية حدثت على أرض الواقع ومزاجها بالخيال في الكتابة يعني بالزبط لكن هو زي ما تقول حضرتك آه هو مفتاح للدخول الصحفي لعالم الفساد آه طيب لكن وانت بتعمليه على اعتبار انت بتجسيد الشخصية نفسها اللي هي فنانة يتم قتلها وإلقاؤها من الضوء الأدوار العليا بهذا الشكل كما شاهدنا يعني ما تقلكيش ان دي شخصية سعاد أو دي قصة لا 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 خالص خالص ما فيش يعني حتى مش هتلاقي حتى الشكل قريب يعني أنا بالشكل بعيد تماما ولسه في احداث جاية كتيرة مختلفة خالص عن الاستاذة سعاد طبعا لا طبعا ملاش علاقة تماما طيب مدام جانجا يعني هي كمان مثلا في الاحداث المفروض ان يعني انا مش عايز احرق لسه في حاجات كتير قوي ملاش علاقة تماما آه كنت هتحرقلنا حاجة كده ايوة كنت هعوك ومعدين فرملت ايوة فرملت عشان لسه الحدث جاي قدام طبعا طبعا طيب مدام جانجا هنا آآ 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 استاذة رانيا بتقول احنا استوحينا بس البدايات يعني استوحينا مقساة سعاد حسني في آآ مشهادها النهائية لكن مش هي قصة سعاد حسني على حاجة بسيطة جدا هي استاذة رانيا مش بعيدة خلاص عن برضو قضاية سعاد حسني الكلام اللي هي بتقوله يعني قضاية سعاد حسني بتتحدث برضو عن فساد في المرحلة الماضية فساد وزواء ومسؤولين نفس التفاصيل اللي هي بتقولها بالظبط نفس التفاصيل الفساد يعني الفساد اللي كان موجود في الحكومات السابقة اللي هي بتتحدث عنها الفنانة رانيا هو نفس اللي موجود في الكتاب وحضرتك على الات الكتاب وعارفه أسرار الجريمة الخرية الكتاب انت عامل فيه فساد عدد كبير من الكبار والوزراء والمسؤولين آه طبعا موجود ده موجود في الكتاب بتاعي هو الغيط دلوقتي وعشان كده أنا قلت قبل كده لحضرتك إن قضية السعاد حسني المشكلة الكبيرة فيها تفتح قضايا كتير جدا وتفتح يعني بلاوي يعني مش هتتكلف دلوقتي عليها لكن هو يلا هي بتتكلم عن هذا الأساس طبعا هي نفس القصة السعاد حسني نفس الحكاية وهو يتناول ممثلة ليه عشان يخش آآ الموضوع ده طبعا هي تناول أي قضية تانية يتناول قضية ممثلة وكتبت مذكراتها مع الفرق إن هي سجلت سعاد حسني سجلت مذكراتها ودي كتبت مذكراتها دي تحايل لكن إنت يعني قالوا انت حار واكتئاب ومعدين يكتشف هو الصحفي إن هي قتلت ويبتدي يبحث عن الأشخاص ويبتدي يشوف الأشخاص دولة كانوا نفسدين في هذا الوقت أنت شايف أن ده مضمون قصة سعاد حسني آآ طبعا لو حضرتك قرأت الكتاب من أول وآخر وهتلاقي نفس الأحداث بالضبط بالتفاصيل عموما يعني إحنا أنا بتابع وأنا ما بدتش أي تصريح يا سيزواء اللي كلموني يكلموني من أول حلقة يعني ده أول تصريح لك يا تعلق بالأضايا أول تصريح لحضرتك دلوقتي وبعدين أنا كلمت طبعا للمحامي وقلت له يتابع الموضوع من ناحية القانونية وهو طبعا اطلع على كل الأحداث بتاعة القضية بتاعة سعاد حسني وهشوف لو فعلا هو نفس قضية سعاد حسني حيبقى فيه إجراء قانوني طبعا بالنسبة طيب ما يعني أنا شايف تستمتع بالمسلسل المسلسل هايل بس أنت كمان العين القانونية عندك يعني هشوف مع المحامي آآ طبعا لأن كده لو أنت بتتكلم عن سعاد حسني يعني بتغير في الأحداث شوية لاني ده نشر واقع طبعا بتخلص وتاخد الكتاب وتعمله القصة وتبقى سعاد حسني ودي قصتها بالفعل ونقول الفساد الحقيقي خلفه في الحكومات الصابقة وكان سعاد جزء من الموضوع وقتلت بهذا السبب طيب هو ما نعملها كده طب ما نبحك وانا تحايا ليه بقى بقى كده في كل التفاصيل دي يا أستاذ واي أستاذ غرانيا يا منا مش أنت شايف تقول ما كنتوا تعاملوا معاه على الفور على أنها قصة سعاد حسني وخلاص يعني أستاذ غرانيا طبعا ده كلام مؤلف أنا معاك يعني أنت في النهاية بس لأنك أكيد أكيد بتعيش الشخصية يعني فضال أيوة أنا ماليش دهوة أنا محدش جي قال لي خدي بالك أنت هنا بتعملي قصة سعاد حسني ده ما حصلش آه ده ما حصلش يعني لو حصل حول وأنا بقول إنه بعيد ما هو هو يكون ليه دايما المؤلف بيلجأ لشخصية الفنانة حضرتك؟ لأن الفنانة حياتها مختلفة عن أي حد هي بتقابل بشر كتير آآ دايما اهتمام حتى الناس بقضايا الفنانة بتبقى غير اهتمامها بأي شخص عادي آآ فهو ده المنطق يعني إيه اللي هيخلي مثلا هلال يدور في آآ مقتل آآ حد عادي آآ هلال ده اللي هو الصحفي عادل إمام يعني اللي هو الصحفي الأستاذ عادل إمام آآ هو الصحفي عشان هي فنانة واجيب الصدفة كتاب في دي لكن أنا 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 ميش دعوة يعني آآ هو موضوع أنا ميش دعوة أنا مجرد جسدت الحكاية وبعيدة تماما يعني الفنانة ساعة حصن من أدائي أنا ميش دعوة يعني طبعا آآ لكن آآ معرفش بقى يعني موضوع قضية ومش قضية ما اعتقدش لأن الموضوع مختلف تماما يعني أنا لسا الأحداث جاية كتير وفي اختلافات حتى لو في أضايا فساد حتى أضايا الفساد الموجودة في المسلسل ملاجعة باللي حصل زمان يعني يعني ساعة حوتني هتتكلم هتتكلم عن السبعينات والتمانينات والتسعينات لكن احنا هنا بنتكلم في آآ في يعني التسعينات وألفنات آآ آآ في 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 السنوات اللي فاتت دي آآ في في وقت حديث يعني أيوة لأن هي توفت في الفين وعشرة اللي هي الشخصية مريم رياض آآ طيب آآ يعني هي هي الفكرة كلها إن آآ آآ ده يعني است آآ شيء بس آآ بتستوحي من الحكاية لكن تفاصيل جوه مفيش يعني مفيش مفيش حد جاء اللي شايفة الصورة دي أنا عايزك تبقي شبهها مفيش كتان بخار آآ ولا ولا إن إنه إنك تعيشي مقساة سعاد حسني في أيامها الأخيرة يعني لا 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 طبعا لا ما فيش آآ يعني موضوع مش مش كده وبعدين هي هي سعاد حسني في أيامها الأخيرة كانت الأضواء راح تبعيد عنها لا طبعا بالعكس كان فيه ناس بتتمنى إنها تشتغل وبتعرض عليها وهي اللي كانت بترفق إحنا هنا الشخصية من بدايتها قلنا إن الأضواء هي اللي بعدت عنها آآ فبدأت تفضح الجميع يعني آآ يعني آآ قالتها قررتك بمذكراتي بتاع لكن موضوع سعاد حسني لا سعاد حسني لا غاية ما توفطه هي مطلوبة جدا وإنها 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 وفيه بتارد عليها أدوار كتيرة جدا وهي اللي انعزلت هي اللي رفضت وانعزلت طبعا وحتى الآن حتى بعد موتها لا تفقد سعاد حسني باركها أبدا يعني طبعا لما هي ليجنت هي أسطورة لوحدها ولا مثيلة لها ولا هيجي طيب بشكرك أستاذة رانيا فريد شوئي ألف شجا مدام جانجا عايزة تعلقي تعليق أخير على كلام آآ رانيا تفضلي تفصلين على حاجة أنا ده تحايل في السيناريو علشان ما تبقاش فيه طبعة واحدة دي أحداث مطبقة للأحداث لكن الأساس الموضوع الحدوتة من بدايتها بالضبط ممثلة وقال إنها كان عندها اكتاب وانصحرت وبعدين يكتشف الصحفي ده أي أن كان بقى الحدوتة هم بيكتبوها إزاي بس ده اسمه تحايل ويبتني يكتشف صحفي وإن فيه فساد وده حقيقي والقصة دي موجودة كلها بقى في التسعينات كلها في الستينات كلها في الخمسينيات لكن مش هو ده الموضوع الموضوع إن قصة سعاد حسني فعلا كل الحاجات الأحداث اللي موجودة في هذا العمل بتقول إن دي قضية سعاد حسني برد ما ظهر بقى التسعينات والستينات والفساد في كل زمن لكن أي أن كان بس بتناول قصة سعاد حسني أنا ما بتكلم معه دلوقتي لو الفنانة راني عملت إنها سعاد حسني ولبست نفس لبسها أو شكلها أو غيرت في شكلها عشان تبقى زي سعاد حسني خلاص ما هو تبقى رسمي بقى دي سعاد حسني في حاجة اسمها تحايل دلوقتي عشان ما تبقاش القصة بتتناول السعاد حسني بره موافقة أصل السعاد حسني على هذا العمل أو حتى مثلا استشاراتهم في الموضوع أو عرض الموضوع عليهم أنا بيش أي حاج من صناع العامة الليموني أنا أتفاجاتي بالعمل دا يا أستاذ وقت عايزة تقول إنهم كان يجب أن يستأذنوا يستأذنوك يعني على اعتبار يعني إنك تمثيل الأسرة الآن خاصة لكن دي قصة قصة فنانة ومعمولة في كتاب هل تاخد إنت بعض الأحداث منها وتتلعب في بعض الحاجات علشان ما يبقاش فيه تطابق مباشر وتقول إنها دي قصة عادية مش قصة فنانة هي يا راني قالت في البداية نحن بيتحايل كده على القانون ويتحايل على الحقيقة حقيقة الموجودة في الأحداث بتاعت القضية لأنها يبقاش في القضية الدراما ممكن تنطلق يا مدام جنجا من وقع حقيقية ويعني تبني عليها عملا لكن هو لا يتناول الواقع الحقيقية نفسها بس بيخدها نقطة انطلاق يعني للعمل الجاني لا يا أستاذ واحد الكلام ده مش موجود يعني بعد نهزنا حضرتك لا يعني إيه فنانة حصل لها كل الحاجات المعروضة في المسلسل عدسة الفنانة سعاد حسني مباشرة وموجودة ده في الكتاب يعني أنا نزلت الكتاب عشان أقول التفاصيل التفاصيل القضية سعاد حسني وإيه اللي حصل بالزبط والقضية سعاد حسني دي في النهاية تظهر فساد في زمن معين والفساد ده موجود حتى غازة السينات موجود يعني ما حرجناش عن التفاصيلات حسب كلام الفنانة رانية انت عدد كبير من الأسماء اللي انت ذكرتها في كتابك كانت عيشة معانا لغاية قبل والقضية ما زالت عيشة يا أستاذ وائل لغاية 25 لا أنا بتكلم عيشة في السلطة يعني لغاية 2011 يعني بالزبط كده بالزبط كده وما زالوا أحياء حتى الآن يعني لا هي تحايل يا أستاذ وائل بس دي قصة سعاد حسني بس المفروض ان هم مثلا هم هيعملوا قصة فنانة كبيرة وهيتناولوها يبقى هم تقولوا دي قصة سعاد حسني وتعملوا الأحداث بتفاصيلها ودي بقضية سعاد حسني بالزبط وتعرضها في مسلسل قدام الناس كلها والناس تعرف حقيقة مقتل سعاد حسني بكل التفاصيل الحقيقية بس مش فيه شي بتحايل وتغير في بعض الأحداث طيب يعني انت بي عموما يا أستاذ وائل أنا بتابع الموضوع وأنا كلمت المحاني بتاعي وهو بتابع الموضوع لو فعلا لايتي بنا هي بتتناوى قصة سعاد حسني بتفاصيل التفاصيل اللي موجودة بس ببعض التحايل حيبا فيه إجراء قانوني طبعا عن المسلسل بشكرك يا مدنة ألف شكرا